اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة التوب نيوز اللي فيها اخبار مهمة جدا وحصرية على شاشة قناة الاهلي بداية يمكن خلاص تم تحديد رسميا من هو رئيس بحثة فريق النادي الاهلي المسافرة الى جنوب افريقيا يوم الاربع المقبل استعدادا لمواجهة اورلانتو بايرتس في الجولة الثانية من دوري عبطال افريقيا يوم السبت الساعة 13 عصرا بتوقيت القاهرة رسميا خلاص تم تحديد صفر الكابتن حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي عشان يكون هو رئيسا لبعثة فريق النادي الاهلي في جوانسبرج وخلاص يمكن تم كمان ترتيب كافة الاجراءات والتنصيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي في كل ما يخص صفر واقامة البعثة وتوفير افضل الاجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين نتمنى يا رب التوفير الاهلي في هذه الرحلة الصعبة جدا اللي نتمنى عودة الاهلي منها بنتيجة ايجابية يعني سعيا نحو الصدارة واستكمال المشوار بشكل ايجابي في منافسات دوري ابطال افريقيا ده خبر اول في التوب نيوز وخبر جديد صدر بشكل رسمي من قبل ادارة النادي الاهلي